السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي اللي نتعلم انجليش مع ميس هام ردوان. النهاردة ان شاء الله حنزل مع بعض منهج كي جي تو. حناخد جينة تو. حبيب الحلوين يا رب تكونوا بخير وكل ام في خير وساعدة. احنا طبعا اليونت اللي فات ايه لعبنا وتنططنا. ايه تسلقنا لجهة الشجرة. ايه اسكيب حب. اسكيب حب شامب. واملنا ايه حركة ونشاط حلو خالص. طب النهاردة هنعمل في يونت تو اي ام اس. هناخد ايه نسمع او نشوف الات موسيقية. يعني musical instrument. اوكي. اليونت طبعا هنعرفين يا ولاد. اي بلاي موسيك. اي بلاي موسيك. انا بألاب الموسيقى. او اعزف الموسيقى. يبقى هنا بلاي بيعنا يعزف. اوكي. يبقى حناخد مع بعض musical instrument. musical instrument اللي هي الالات الموسيقية. اي هي الالات الموسيقية المختلفة اللي احنا ممكن نستخدمها. او ايه الالات اللي بنستمتع بالاستماع اليها. اول حي يا ولاد. بيانو. بيانو. زي ما انتم شايفين كده. بيانو اللي هي آلة البيانو اللي بنازف عليها موسيقى. اوكي. بيانو. جيتار. 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 جيتار اللي هي يا ولاد. الجيتار او الغيتار. اوكي. ترينجل. ترينجل. اسمها آلة المسلس الموسيقية. طبعا زي المسلس كده بالضبط. بس ما بيبقاش او اه في طرف مش بيبقى متصل. مش يعني احنا عندنا المسلس كده كله مع بعض. لكن دي في جزء بيبقى فيه ايه. فيش اتصال ده بسميه آلة المسلس الموسيقية. ترينجل. 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 طب انا عزقل يعزف. اخدناها بس معناها ايه. بلاي. بمعنى يعزف. او ايه يا ولاد. او يلعب. اي بلاي. ترام. ترام. ترام اللي هي ايه يا ولاد. طبلة. اوكي. فلوت. فلوت. انا. فلوت اللي هو انا. لو ايه يا ولاد. انا. فلوت. انا. اجين. piano. guitar. ترينجل. play. ترام. فلوت. piano. piano. اجين. piano. piano. guitar. guitar. جوتار ترينجل ترينجل بلاي ترام ترام اوكي ده طبعا ياولادي اللي هي الالات الموسيقية اللي هنتعرف عليها اوكي بتنسوش طبعا لو اول مرة تشوف القناة متنسوش تشترك عشان هننزل باقي المانهاش كله كاملة بنفس اللي هو الاسلوب ده هناخد الترنت شو اللي هو عرض المواهب يعني ايه عرض المواهب يعني المس داتي اولاد هنعمل حفلة موسيقية فكل واحد يشوف نفسه ايه الموسيقية اللي يحب يعزف عليها او ايه اللي نفسه يتعلم يعزف عليها اوكي لتس بلاي ميزيك 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 نحن نعلم موسيقى حتى يولاد لو ما كنتش عندنا معنا الات موسيقية فنعمل نعمل ايه اميتشان اميتشان يعني محكاية يعني يولاد تعمل نفسك مثلا كأنك متعزف على جيتار زي الافلام بدل الافلام الصمتة او مثلا كأنك متعزف على طبلة او انك بلاي فلوت بتعزف على ناي اه ترينجل وطبعا ايه اولاد الاصدقاء كيخمنوا ايه الحياة اللي انت بتعزف عليها اوكي يبقى دي بتبقى لعبة مسلية وفي نفس الوقت ايه بنحفظ الكلمة بيانو كتار ترينجل بلاي ترام اوكي توجيذر توجيذر معناها معن توجيذر توجيذر التي اتش هنا يا مامي معناها زي حرف الزال في اللغة العربية فاقولي توجيذر توجيذر ده باسميها هارد ساوند صوت ها صوت ايه هارد قوي لان احنا اخدنا قبل كده تي اتش بممكن تيجي زي حرف الزال في العربي ذي كلمة ثري ثري يبقى احنا ايه نفهم الدفل اني تي اتش دي لها صوت ايه مرة بتبقى هادية وحلوة يبقى زي حرف اللي هو الثا ذي كلمة ثري ثانك يو ومرة بتبقى صوت ايه قوي زي كلمة ايه جذر تو جذر ذي حرف ازاي في اللغة العربية توجيذر توجيذر معناها معا او سويا لتس بلي ميزيك ثو جذر جذر يالا نلعب موسيقى مع بعض لتس ستارت لتس ستارت لتس ستارت لتس استارت لتس ستارت يعني هيا نبدأ نعزف موسيقى كل واحد حيبدت يتدرب على الميوزيك او الالة الموسيقية اللي هي معا مرسل لتس ستارم لتس ستارم ممكن هن اغير كلمة ترم ياولاد ايوة لتس ستارم يعني انا اعزف طب انا بعزف هي ترام I play the piano I play the guitar I play the tringle I play the drum أنا آزف أنا ممكن غير الكلمة دي وبكتب اسم الحية اللي أنا معرف أو أتضرف آزف عليها طب هنا طبعا في الليسن أو في اليوريت عندين أي حيتفقوا مع بعض أنهم من يعملوا عرض It's our challenge show today عرض المواهب يعني في المدرسة أو في السكول حيعملوا عرض المواهب كل واحدة حيستخدم المواهبة بتاعته It's our talent show today It's our talent show today يعني أنه عرض المواهب Let's start Let's start يعني يلا نبدأ أو يلا نشتغل أو كل واحدة يلعب على الآلة بتاعته هنتعرف على مين؟ على الأصدقاء كل صديق في الأصدقاء يا ولاد حيقول إيه الموسيقى أو إيه الآلة اللي بيعزف عليها صديقنا آدم حيعرف نفسه بقولي I'm Adam دايما يا ولاد لما تجي تقلم شخص بتعرف نفسك الأول What's your name؟ اسمك يقول I'm Adam I'm Hayam أكي؟ I'm Mustafa I'm Dina هنا حنشوف أصدقائنا أول حي بعرفنا I'm Adam يعني أنا مين؟ أنا آدم I place a piano I place a piano آدم بيعزف على إيه؟ على آدم بيعزف على البيانو أوكي؟ طبعا هنا في البيانو I place a piano I place a piano أنا بيعزف على البيانو أوكي طبعا دينا I'm Dina أنا دينا I place a guitar أنا دينا وبيعزف على إيه أولاد على البيانو أو البيانو أوكي؟ يبقى Adam يأزف على البيانو دينا كتار I'm Dina I place a guitar I'm Dina I place a guitar إحنا يا أولاد أو لكل أم بنخلي الطفل يعبر عن نفسه ويقول الآلة اللي هو عايزف أوكي؟ I'm Yusuf طبعا صديقنا يوسف I play the flute بيعزف على إيه أولاد على الفلوت اللي هو الفلوت أو الناي I'm Yusuf I play the flute I'm Layla I play the triangle ليلة بتعزف عن إيه بتعزف على المثلث الموسيقي I play the triangle 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 أوكي؟ طب صديقتنا النحلة المشغولة بيزي بي بيزي يعني مشغول أو نشيط P I play the tram I play the tram النحلة النشيطة بتلعب على إيه بتعزف هو الطبلة خلاص كل واحد عرف نفسه والآله اللي هيعزف ها حيتديو يعملوا الحفلة الموسيقي أو عرض يولاد talent show اللي هو عرض المواهب Let's play together Let's play together يعني هيا نعزف معا Let's play together Let's play together يريد طبعا أنتو لكل أم هي ويزاك لابنها أو طفلها تعم إيه تعم زي محكاء أو كأن هما بيعزف وكل واحد يعرف عن نفسه يقول الآله اللي هو نفسه يعزف عليها أوكي يا أولاد أوكي أحنا قلنا إيه هو grammar grammar المادة زي عمل زي إيه الحاجة اللي بدبني بيها أو بنأسس بيها أوكي أنا أعزف أنا أعزف I play I play بحط إيه اسم الآلة I play the piano I play the piano يعني يا أولاد أنا أعزف على إيه البيانو يبغي I play واسم الآلة طبعا نحن نقول لما نجي نتكلم مع شخص أي شخص بنعرف نفسنا الأول am يعني أنا أكون أو اسمي وحطي إيه الاسم بتاعي am زي ن يبغي بستخدم كلمة am زي am آدم أنا آدم am ليلة أنا ليلة طب لو أنتك اسمك مصطفى am مصطفى لو اسمك ندا am ندا يبغي بستخدم كلمة am هنا يا أولاد وبحط اسمي بعدها لما عرف اسمي بيقول am وحط اسمي على دول أوكي في حية صعبة دي لا حية بسيطة آم ليلة آم مصطفى أوكي طب أنا عايز أشاور مثلا على إيه جلم جلم أو أشاور كلا كتاب أو أشاور على أي شيء بس الحية يبغي إيه مفرد يبغي this is معناها هذا أو هذه this is my piano هذا إيه my piano يعني البيانو بتاعي أو الملكي this is my drum هذه الطابلة ملكي أو طابلة بتحتي طابلتي أوكي this is لما شاور على شيء مفرد قريب واحد بس واحد بس أوكي this is my piano this is my drum this is my bag لو بشاور على الشنطة بتحتي أو الحقيبة this is my bag بشاور على المنزل this is my home هذا بنزلي لو بشاور على الجطة بتحتي this is my cat this is my cat العربية this is my car يبغي this is بمعنى هذا يكون هذا إيه أولاد هذا يكون بمعنى هذا أو هذه يكون أو إيه أو تكون طبعا يكون المذكر وتكون للمعنس أوكي طب أوفرد أنا بلعب مثلا جتار أو معاي صاحبي أحمد بيلعب نفس اللعبة اللي هو الجتار أو بيعزف نفس I play the guitar I play the guitar too قلنا two بمعنى إيه أولاد أيضا يعني هم الاتنين بيعملوا نفس الشي I play the drum I play the drum too أنا بازف على الطابلة وأنا بازف على الطابلة أيضا أوكي جملة بسيطة خالص 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 حنيجي لللعبة الحلوة اللي هي أولاد الفونيكس لعبة الفونيكس عشان نتعرف على الأصوات زي الواحد إيه صوته وجه شكله إزاي شايفين الرسم بتاعي أنا طبعا رسمي لكم الرسم الحلو ده مخصوص بس أنتم رسمكم هيبجأ أحلى نجيب الألوان كده والقراسة ونرسم الحقيات اللي إحنا نفسنا نتعلمها الرسم هيخلي خطك حلو هيخلي ممتاز في اختيار الألوان وفي نفس الوقت هتفتكري الكلمة أيها نحن نرسم عن الرسم تصديقنا مين بيتر ورسمنا البينك ورسمنا البيانو فأي كل واحد حيرسم الرسمة وتبعت لي على صفحة القناة على الفيسبوك في كومنت كده الرسمة بتاحتك وتكتب اسمك عليها اسم السنائي فقط أوكي مثلا أحمد علي مصطفى علي فار اكزامل ندا سعيد whatever أوكي هنا عندنا لتر بي احنا عندينا يا ولاد الحرف الحرف لإسم ولصوت طب يعني ايه الكلام ده احنا عندينا حرف البي اوكي بي ده اسمه اسمه طب الصوت بتاع ب ب ب ب تمام يبقى عندينا حرف لإيه حشتين يأسم وصوت اسمه ده اللي الناس كله ايه عرفه بيتر لأ بي لوتر بي وخلي بن تحط إيه لقدام بوجك انت بتنطق الحرف هتلاقي فيه هوا طال بي لي عشان فرق بينه بين حرف بي 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 يلا معايك كده بي 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 الساوند بتاع ب بي الكلمات مثلا pink 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 يعني لون وردي أوكي أو لون pink بيتر 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 بي بيتر بي بيانو 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 حرفيه بلاد او كلمة بيانو اللي هي البيان تطار حلوين يبقان دينا لوتر P P capital P small P اي اولاد P capital P small طبعا حرف ال-P ده لطريقة للكتاب بنكتب حرف ال-P زي زي بنكتب حرف ال-P بسيط خالص خالص بص معايك ده ده هنا ده حرف P capital وال-P small طب ايه الفرق بينهو هنشوف مع بعض هنا P capital كأن دي نقطة البداية طبعا بننزل كده P capital ده اول حرف اوكي التانية نفسها هي من نقطة البداية دي يبقى ده نومبر ثون يبقى احنا لو كتبنا حرف P كده بص ما اياه كده P capital P capital اجين P capital اوكي طب P small P small من شكل هزي بص معايا كده النفس اللي هو start point هنا نومبر بس احنا الاول في P capital بدأنا من ايه من اول خالص خالص لأ هنا هيبقى فيه زي شرط صغرنا انا كده من فوق خلي بالك من ايه كده الفرج بينهم ركز معايا هنا P small P capital فكده اه بفيه شرط صغرنا خالص خالص عشان دي بتفرج بحرف P small وال P capital اوكي الصغرط بتاع P سي Peter Pink Piano Peter Pink Piano اوكي letter P طبعا عندنا حرف تاني ايه حرف بسيط وحل وخالص لتر جي letter جي letter ايه اولاد جي صدق ج ج اوكي ج زي guitar 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 green 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 جميلة 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 اوكي ده لتر جي لتر جي capital لتر جي اوكي الجي capital بسيطة خالص خالص يا ولاد طريقة الكتابة بتاعتها كأنك بتعمل نص دايرة بس بنكفي لأي جدا لتر طبعا انا نعملها لكم مجسمة هنا لتر جي طب هنتبها ازاي مسلا هنا هنقول لتر لتر جي اوكي لتر جي اوكي لتر جي جي سمول بسيطة على الآخر بنكتبها ازاي او طريقة كتابة جي سمول ازاي اولاد نمبر نمبر لتر جي سمول جي كتبتل جي سمول يبقى لو كتبناه هنا جي سمول طبعا الساون بحا ج ج غرين غرين غيتار غيتار جميلة جميلة جوت اخدنا قبل كده ايه يا ولاد كلمة جوت 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 اللي هي ايه معزة اوكي جميلة غرين غيتار كده يا ولادكم خلصنا يونت تو كي جي تو فيرستان الترمي الاول كي جي يونت تو ان شاء الله لأول مرة شوف القناة نشترك فيها عشان هننزل باقي المنهج بالتذيب وتدريبات و اكتبتيز على التأسيس ان شاء الله thank you and goodbye miss هام رضو اشترك في القناة